وصلت قوات سوريا الديمقراطية أمس الخميس تقدمها نحو مدينة رقة التي تعتبر معقل تنظيم الداعش في سوريا وفقا لشريط فيديو تم بثه من قبل قوات سوريا الديمقراطية أمس الخميس شهدت المنطقة المحيطة بمدينة الرقة اشتباكات بين قوات المسلحة والجماعات المتطرفة الجدير بالذكر أن معركة تحرير الرقة بدأت في يونيو هذا العام ووفقا للخطة يجب على قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل عربية وكردية سورية مدعومة من واشنطن أن تنفذ المرحلة الأولى من المهام حيث قال مسؤول القيادة المركزية الأمريكية في شؤون شرق الأوسط في البيان إن هدف المرحلة الأولى هو عزل مدينة الرقة وقطع القناة الرئيسية بين المدينة والخارج ومع ذلك ثارت العملية العسكرية من قبل قوات سوريا الديمقراطية قلق تركيا التي تعتقد أنه إذا احتلت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة ستتحالف مع جماعات المسلحة الكردية في تركيا وهو ما يهدد أمنها ترجمة نانسي قنقر